اقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعا برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام حيث جرى مناقشة اخر التطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الترتيبات المتصلة بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية ومشاركة المؤتمر الشعبي العام احزاب التحالف الوطني الديمقراطي فيها وفي بداية الاجتماع وجه المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحارف الوطني الديمقراطي التاحية والتهاني لابناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة العيد الحادي والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر الامتداد الطبيعي لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنين وستين والذي يحل على شعبنا في ظل ظروف بالغة الخطورة وتحديات كبيرة تواجه الوطن معبرين عن الثقة بان شعبنا المناضل الذي قدم التضحيات الغالية في سبيل الانتصار لارادته في الثورة والتحرر والاستقلال والوحدة لن يتوانى عن مواصلة نضاله وتمسكه باهداف الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر والثاني والعشرين من مايو التي ستظل شعلتها متقدة في نفوس كل اليمنيين والوفاء لتضحيات الشهداء الابرار الذين اناروا بتضحياتهم دروب العزة والمجد وستظل ملهمة لكل الاجهال اليمنية عبر كل العصور سائلين الله العلي القدير ان يتغمد ارواحهم الطاهرة بواسع رحمته وان يسكرهم فسيح جناته الى جوار الانبياء والصديقين ووقف الاجتماع امام المعاجير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء واكد الاجتماع تمسكهم بحقهم في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية والية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني كما وقف الاجتماع امام التقارير المقدمة عن مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق من قبل اللجان المشكلة لها واكد على اهمية التسريع في انجاز المهام المناطة باللجان واكد الاجتماع على اهمية توحيد الجهود والرؤى بين كافة القوى السياسية من اجل انجاز المهام الوطنية في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وبما يحقق المصلحة الوطنية ويجنب الوطن اي مزالق خطيرة ويكفل الحفاظ على امنه واستقراره ووحدته وعبرت اللجنة في الاجتماع عن مشاطرة المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اعضاء مجلس الامن الدولي قلقهم حول ارتفاع وتيرة الاعمال الارهابية في اليمن وما تفرضه من مناخات التوتر والقلق